خلينا نعرف أهمية التغذية والعناصر المهمة اللي بيحتاجوها كالكتاكيد أو الصغار من فراخ الدجاج وكمان من بقايا الطعام كيف ممكن يتعامل معها ويستفيد منها الطيور ولكن لازم نحافظ على بعض عناصر رح تشرح بشكل بسيط جدا اسمعوا المقطع وان شاء الله تستفيدوا منه أهلا وسهلا بالجميع معكم أنا اسطيف تربية تطير الحيوانات وكل ما يخص الكعنات الحية اليوم بدنا نشرح عن موضوع الاستفادة والتأثير الإيجابي والسلبي لبقايا الطعام وأهمية العناصر اللي بيحتاجها الفراخ خصوصا في بداية التكوين من عمر يوم لغاية ثلاث أشهر في ناس بتتجه أكثر لبقايا الطعام هو يعني مش غلط لحن نستعمل بقايا الطعام للطيور ولكن ما بصير نعتمد عليه بشكل أساسي خصوصا في بداية أعمار هاي الكاتاكيد أو الفراخ بتمنى منكم اشتراك لايك ومنت حلو هاي في بيتي لكم تفعيل الجرس دعم القناة من كل شخص بشوفها بتصحك ندخل بالموضوع مباشر الكاتاكيد بتحتاج لعلف نامي أو علف تسمين في بداية أعمارها ويفضل إنه نعطيها هاي الأعلاف لغاية ثلاث أشهر وهل هذا شي يمنع إنه يقدم بقايا الطعام شو تأثيره السلبي أو الإيجابي للطيور أول شو تأثيره السلبي ما بصير عتمد عليه بشكل كلي لأنه بعض أحيان أو أغلب الأحيان بقايا الطعام ما بتحتوي على العناصر اللي بتحتاج هاي الفراخ للنمو الطبيعي ورفع جهازها المناعي بشكل ممتاز من التغذية اللي بتخدها من الأعلاف اللي سواء من صنعها في البيوت أو منشتريها من المحلات الأعلاف المخصصة لطلبة الطيور والدواجر أو بعض حيوانات مهم جدا إن أنا أقدم أعلاف فيها كل العناصر المهمة من الحديد والكالسيوم وفيتامينات لهاي الطيور في بداية عمرها خصوصا ببداية أول أيام لغاية الأشهر الأولى علشان أخذ نتيجة ممتازة في النمو وأخذ طيور صحية وأخذ مناعة تعتبر جيدة حتى لو أني بستخدم المطاعي مهم جدا يتغذي في البدايات عشان تقدر تحافظ على الإنتاج اللي أنت وفرته عن طريق الفكسات الصناعية أو عن طريق الفكس الطبيعي ولكن هل هذا يمنع من تقديم بقايا الطعام لهذه الطيور؟ لا لا يمنع ممكن أن نعود هذه الطيور على بقايا الطعام ولكن لا نعتمد عليها بشكل أساسي نعتمد عليها بشكل جزئي خصوصا إذا كانت الطيور بأعمار صغيرة يفضل ويستحسن وهذا هو المفروض أن نقدم أطعمة أعلاف مركزة تحتوي على كل العناصر التي تحتاجها هذه الكتاكيد وأهم شيء من بداية يومين ثلاث من العمر أو خمس أيام لغاية أول شهرين أو ثلاث صحيح أنك ممكن تتكلف شوي ولكن لح تصل على نتيجة ممتازة ستكون مناعة الطيور ممتازة جدا وهيك ما رح تخسر لا بالإنتاج البيض أو حتى الديوك رح تكون ما شاء الله كمان نشطة في التخصيب والتلقيح وكل هاي الأمور لصالح المربي أتمنى أن شاء الله يكون المقطع مفيد يعطيكم العافية شكرا لكم وبكرر ما تنسونا بالاشتراك واللايك والكومنت ودعم القناة